ممكن لها معاك اه يعني اكيد تقوس معينها بما انت بتحب السمك اكيد اسكندرية بالذات احنا. اسكندرية وبرسعيد. اه. اسكندرية وبرسعيد اه يعني الزيارات بتاعتهم لأ مرتبطة بالسمك. اللي بقى لحد تقول ايه بيقولك ايه سمك وجنباري? انا بقى من نوع لانا يا سمك بس يا جنباري بس. لكن اللي اتنين مع بعض لا ملهمش. صعب. لا صعب. يا جنباري بس يا سمك بس. طيب قل لي اه يعني شكل الخير في حياة على نبيل بشكل عام وفي رمضان عامل ازاي? يعني اكيد احنا في رمضان بنكون اه يعني بالنسبة ان احنا نعمل خير اكتر من ايام العادية. الشكل الخير بيبقى عامل ازاي? اه اقول له حضرك حاجة. الخير ما يتقلش الواحد بيعمل خير. لكن الحمد لله اه الشهر ده الواحد بيتصارع وبيتصابق انه هو يعمل خير لان فعلا الناس بتبقى منتظرة. الناس غير مختلفة بتبقى منتظرة خير من الناس. انا بتاعز هذا حتى الزكاة بتاعتي بخليها بجمحها. اه في شهر رمضان. بحس لانا الناس اللي محتاجة والناس اللي هي تستاهل اه اه الزكاة يعني بحاول لانا اطلحها غير الصداقات بتاعت رمضان. فشهر شهر جميل اوي في الحاجات دي. الواحد بيتمنى اللي هو يعمل حاجات كتير كويسة. عشان ربنا تقبل صيام وقراءة القرآن وخير وآآ زكاة وصداقات حاجات كتيرة اوي اوي اوي. اوي يعني. طيب قللي بقى مين اللي بتحبه في الدراما ودايما آآ بتكون مستني آآ المسلسل اللي هيعمله كل سنة. بص حضرتك انا قال ليه انسى. المسلسلين الوحيدين اللي هم جذبوني آآ في حياتي حتى وانا كنت بلعب. كنت بلعب وكنت بقى بالليل كانت دورات رمضان. انت عارفة دورات رمضان بالليل دي. المسلسلين الوحيدين اللي انا كنت بقى ممكن اعتزر عن اللعب عشان اتفرج عليهم كان رقفة الهجان ولاية الحلمية. اه. بص حضرتك بقى لهم قد ايه? مسلسلين دول اثاروا فيها جدا جدا وكنت مهتم جدا بلعب انا اتفرج على المسلسل اللي هي. طيب يعني معنا كده انه نجم يا حي في خراني ليه ليه عندك يعني اكيد مكانة خاصة بما ان انت بتحب لاية الحلمية طبعا. لاية الحلمية وصلها على السعداني. صحية. وكان محمول عبا عزيز طبعا. ايه. يعني الناس بدارش لوحد ينساها يعني. طيب اه قل لي احنا في معنا فقرة اه يعني معنا ثلاث كروت. لو هنفترض انه كابتن على نبيل هيقول انا بطلع الكرت الاحمر او 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 يعني بقشهر الكرت الاحمر اه في وش هزي الظاهرة في الرياضة المصرية. ايه هو ايه 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 الحاجة في الرياضة المصرية يلي انت حضرتك عايز طلع لها كرت احمر. اللي عايزة اطلع له كارت احمر هي ظاهرة اعطاء اللعيبة النجومية في اسرع وقت ممكن وخفض هذه المجاية في اسرع وقت ممكن. تضخيم حجم. اه يعني عندنا اللعيب يلعب 45 دقيقة كويس يبقى نجم وكلام بقى غير طبيعي. وممكن بعد ما شن ثلاثة ينزلوه سبع عرض. يا جماعة النجم ده حاجة كبيرة اوه. النجم اللي هو لابد من هو يبقى على الاقل بيلعب على الاقل الموسم. فارق مع نديه. بيكسب نديه. بيدافع عن مرمى نديه. ليه بصمات مع نديه. ليه بصمات مع المنتخب. اداءه مبهر للناس. لجمهور الكرة. ده لي بقى نجم. لكنها عندنا لعيب يجيب جون. خلاص بنعيش وقت طويل اوي مع هزا اللاعب. اللاعب رجاء بيجون في المطش الفلاني. ايه المشكلة? ايه المشكلة? هل اللاعب ده استمر? ولا ما استمرش? ده اللي شفته حتى في الفترة الاخيرة. اللي احنا ما تجدنا لعيبة اوي اوي اوي. ودلوقتي ولا حد بيجيب سنتها. فالهدوء شوية. كارت احمد لهزي الظاهرة. طيب كارت اصفر اه وكأنك بتحذر من اه تضخم هذه الظاهرة. يعني يعني تحذير. مش مش بس ان انت يعني على عكس الكارت